في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد يقدر بقيمة 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للتحاد الأوروبية وأضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033 والتي سيتم إنتاجها اعتمادا على استخدام الهيدروجين الأخضر موضحة أن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتنفيذ توجهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر وتزيره للأسواق الإقليمية والدولية